بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم من جديد في هذه الحلقة في الحلقة الماضية انتهينا من قصة لوط عليه السلام وفي هذه الحلقة سنتحدث عن قصة نبي عرفت قريته بقرية مدين هذه القرية اشتهرت بالتجارة والبيع والشراء لكنها كانت تتعامل بالغش كانت أسواقها مليئة بالغش والخداع والكذب أرسل الله تعالى لهم نبيا اسمه شعيب عليه السلام وكانوا يعبدون الشجر شجرات تسمى الأيكة وكانوا يغشون بالأسواق والميزان ويأخذون من الناس أموالا بغير حق يتعاملون بالربا وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ثم بعد دعواتهم إلى توحيد الله عز وجل بدأ يعلمهم بأن هذا البيع وهذه التجارة وهذا التطفيف في الميزان والمكيال بأنه حرام لا يرضاه الله عز وجل ولا تنقص المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم النعمة التي عندكم الحمد لله كافية لم تغشون الناس بأسواقكم وتجاراتكم وبيعكم وشرائكم وكان من عادة قوم مدين أنهم يخرجون خارج القرى فإذا رأوا قافلة قطعوا عليها الطريق وسلبوا منها بعض أموالها فبعد أن دعاهم شعيب عليه السلام إلى التوحيد وترك البيع الحرام وقطع الطريق وأخذ أموال الناس بغير حق أخذوا يردون عليه باستهزاء دينك يا شعيب صلاتك يا شعيب تتدخل حتى في اهتجارتنا تتدخل حتى في أسواقنا ومعاملاتنا قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء ما هذا الدين الذي يتدخل في التجارة يتدخل في الاقتصاد يتدخل في المكيال والميزان والبيوع هذه الدعوة القديمة التي أطلقها قوم شعيب لا زالت تتكرر في كل زمان ومكان لا زال يظهر أقوام يزعمون أن دين الله تعالى لا علاقة له بالحياة لا علاقة له بالبيع ولا علاقة له بالشراء والاقتصاد فماذا رد شعيب على قومه بعد هذه الدعوة قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه عندما حذرتكم من الحرام من السرقة من الغيش من الاحتيال فإنني والله يشهد على ذلك لن أفعل ما أنهاكم عنه ولن آمركم بشيء ولا أفعله ولن أنهاكم عن شيء وآتيه سأكون قبلكم التزاما بما أقول إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ثم قال لهم شعيب عليه السلام يا قوم لا يحملنكم شقاقكم لي أن ينزل عليكم عذاب من الله ألا تذكرون قوم نوح والطفان ألم تسمعوا ماذا فعل الله بقوم هود أو قوم صالح وليس قرى لوط عليكم ببعيد لا زمانا ولا مكانا ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط من منكم ببعيد فردوا على شعيب عليه السلام استهزاء قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز لولا معزت قومك علينا لرجمناك ولست بعزيز علينا لكن من أجل قومك رد عليهم شعيب قال أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط رد عليهم بكل عزة وثقة يا قوم أقول لكم رب العالمين تقولون رهطي أقول لكم الله تقولون قبيلتي وقومي فاستكبر قومه وأرادوا إخراجه هو والذين آمنوا معه من هذه القرية أو لتعودن في ملتنا كما قالوا له فرد عليهم شعيب أولو كنا كارهين فلما ازداد البلاء رفع شعيب عليه السلام يديه إلى السماء وقال على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وجاء اليوم الذي سينزل الله فيه العذاب على قوم شعيب فقد استكبروا وتجبروا وعاندوا وجحدوا أمر الله ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين فأنجى الله تعالى أولا شعيب عليه السلام والذين آمنوا أخرجهم من هذه القرية فأصاب القرية حر شديد لم يستطيع أحد منهم أن يتحمل هذا الحر فوجدوا ظلة غيمة تظل المكانا ما فخرج أهل القرية رجالهم ونساؤهم أطفالهم شيوخهم ليستظلوا بهذه الظلة نزلوا تحت هذه الغيمة فإذا بها تنزل عليهم شررا أحرقهم فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم الذي اختبأ في بيته وهرب من رجفة الأرض ومن صاعقة الظلة وشررها أخذتهم الصيحة فلم تر إلا الجثث الهامدة وبعد أن هلكوا جميعا دمرت الأرض بمن فيها أين الأسواق؟ أين البيوت والناس؟ لا يوجد شيء كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينة كما بعد الزمود ثم رجع شعيب عليه السلام إلى قومه ورأى ما حل بهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين كيف أحزن على قوم بلغتهم الرسالة وأديت الأمان معهم لكنهم كذبوا وعاندوا فلن آسى عليهم وطويت صفحة من صفحات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام استودعكم الله وإلى لقاء قريب بإذن الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة